وإلى تظاهرات هونغ كونغ حيث أكدت الرئيسة كاري لام أن الاحتجاجات التي تعصف للمدينة في الأون الأخيرة تشكل تحدياً لسيادة الصينة وتحدثت لام بينما تشهد أزاء كثيرة من المستعمرة البريطانية السابقة ضراباً شل حركة المرور والقطارات وجاء بعد احتجاجات عنيفة أخرى وقعت في مطلع الأسبوع واتهمت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين المظاهرين المدافعين عن الديمقراطية بالسعي لتدمير المدينة وذلك عقب الفوضى التي عمت حركة النقل غداة مواجهات عنيفة دارت بين المظاهرين وشرطة مكافحة الشغب